قلة أعداد التلاميذ وتفاقم ظاهرة نزوح السكان من القرى أسباب دفعت بمصالح التربية ببجاية لغلق وتجميد النشاط التربوي عبر 84 مدرسة ابتدائية بعديد القرى والمداشر إجراء خلق مشاكل تكافل بالتلاميذ المرحلين إلى مدارس أخرى لتفادي إدماج الأقسام On a fermé jusqu'à ce jour d'aujourd'hui 84 établissements. L'académie نوغاية سفرد في سبيوين على الأقسام الررال. On est contre la fermeture des écoles. Les écoles رurales يجبون الابسسة تلعب دور. تدير التشمد تسدو الوحيد للأقادم. عندنا مدرسة إثبوجيت تغلقت بسبب نقص التلاميذ. كين مدرسة إثاثيق العليا سدير ولوبو فعل. الزكس لمشكلة العدد التلاميذ. الزكس لمشكلة الإدماج. تجميد نشاط هذه المدارس لم يلقى قبول أولياء التلاميذ إلى نقابات المعلمين. فحسبهم يقلل من تكافؤ الفرص مع الإلحاح على ضرورة إلغاء العمل بنظام الإدماج. لما له من عواقب وخيمة على التحصيل التربوي لتلاميذ. مهما كانت المؤسسة لازم أقشش هذه قراءة جوانيذيك سدو. الأكاديمي اللابي تزيد خدم. الأمر يعني 76 القانون توجهه يمنع دمج قسم معاقص. لذلك أولا تكافؤ الفرص في التعليم كما نتعطيق الريفية. عدة اقتراحات قدمها المنتخبون بخصوص استغلال هذه المدارس المغلقة. غير أن إمكانية إعادة أحياء عمل هذه المدارس أوقفت كل المبادرات. فجل هذه الهيكلة التربوية تتواجد في وضع كارثي.